اليوم حنتكلم عن تحديث من الوحدة السابقة اللي تكلمنا عنها في الفيديو السابق اللي هي كيل لوغر اللي هو إيقاف الأخطاء التقديمية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا لو انت متابع معنا حتكون عارف الفيديو السابق كان بتكلم عن شنو اللي هو عن وحدة اللي هي بتتكلم لي عن الأخطاء التقديمية بيعمل لها إيقاف عشان نجهز يكون شغال تمام لو لي ما نرطهم كتير لو ما مشترك اعمل اشتراك ولايك كويس ونمشي نشوف الفيديو السابق كان بتكلم عن شنو كويس نمشي نشوف هنا الفيديو السابق بتاعنا كويس هنا وحدة إزارة الأخطاء التقديمية قلنا إزارة الأخطاء اللي هو كان هنا تكلمنا عن الوحدة اللي هو واحد بواين خمسة هنا في تحديث جديد للوحدة اللي هو واحد بواين تزعة الوحدة القديمة اللي هي كان شغالة كان الإصدار بتاعها واحد بواين خمسة وقلنا صنع رجل فيتنامي أما التحديث اللي هو واحد فاصل تزعة لصنعه اللي هو شخص روسي من روسيا يعني كويس بعد كده نشوف التجيء شنو أو الجديد شنو في الوحدة بتاعاتنا طبعا في بعض الناس حسن لهم الشكال حسن لهم تعليق من الوحدة دي كويس هنا بعض الأخطاء تعدلت في اللي هو التحديث الجديد طبعا يا جماعة مثلا لو أنت ما مستخدم بتاع أو ما بتفهم في المجلس كتير ففي وحدات احسن انت متركبها عشان ما تعمل لك الشكال لأنه وصل المجلس مبني على المخاطرة بتركب حاجة جديدة بعض مرات وممكن تحصل معاك الشكالية في اللي هو الهاتف بتاعك دي حي طبيعيا نمشي بعد كده نشوف التحديث بتاعنا والتسبيت بتاعنا طبعا قبل ما تعمل اي حاجة لازم يكون عندك الوحدة اللي هو بتاعت نمشي نشوف آسي كويس الوحدة دي تمام كويس الوحدة طبعا اللي هو شنوذ الجهاز عليك معاك بتقدر تفكر لك التعليق بتاع الهاتف عن طريقة اللي هو الريكوفري المعدل طبعا فيها تحديث لو عندك في الهاتف حاول حدثها التحديثة جديدة هندهب نزلنا طبعا لسا ما حدثتها طبعا اللي هو نزلتها الوحدة اللي هو كيل لوغر كويس لاحظت معاي اللي هو عندي هنا واحد فاصلة تزعة بس ركس في حاجة معينة لو التحديثة القديم قاعد عندك هندهب تمام اللي هو واحد بوين خمسة يعني لو ما مسحت القديم حينزول لك الاثنين سواء طبعا ده في الهاندرويد بتاعي تزعة احتمال تختلف من 11 رو 12 لكن نزلت التحديث مفروض يتلغد القديم وينزل معاي الجديد فقابوا نزلوا الاثنين مع بعض كويس قليا ممكن طبعا تمسح القديمة لانه خلاص طاني معا وحتيجنا لها انا بحدث بيتين او بشتغل بواحد بوينتز عبتين بشتغل بها وكي تكون عندي اللي هو احدث اصدار من المجلس اللي هو 24.3 بيكون افضل يعني طبعا اخر تحديث بتاع وحدة مع المجلس مانجر المحدث بيكون هنا ماشين تمام لانه بيكون مواكب المجلس يعني افضل لكنك تنزل الوحدة لو يتشغال بي 24.3 تنزل التحديث بتاع الوحدة اللي هو واحد فاصل تزعر الجديد شنو في الوحدة طبعا قلنا ان احنا الوحدة اللي هو في الفيديو السابق اتكلمنا عنها قلنا بتعالج اخطاء التقديم كويس بتعمل لها ازالة كويس واللعب تشتغل تمام والتعليق اللي بيحصل في الالعاب والتهنيق الحاجات اللي بتحصل دي قلنا بتروح منا والرسوم التداخل بتاع الرسوم وكده تمام اه هنا الجديد انه برضو السجل بتوقف السجل اللي هو اه تطبيقات اللي بيشتغل في الخلفية برضو بتعمل لها يقاف كويس تاني حاجة الجديد في الوحدة دي انه في ملفات بيكون مخفية في الداتا بتاعتك كويس بيعمل لها اصهار موضح لتفكرة ممكن الوحدة دي تتقل حبة من الجهاز يعني مش تتقل معنا تتقل انه جهاز يكتقل لا لكن يعني بيستخدم الجهاز اكتر كويس لكن بجد التحديث ده افضل بكتير من الاصدار القديم طبعا انت لو تجربت الاصدار القديم كويس والجهاز افضل دي يحسن لي من الاصدار شنو القديم بتاعك كويس ett Brian كويس و لو انت كان عندك مشكلة في الاصدار القديم احتمال ا اه او في siguiente في التحديث الجديد ده بيحللك المشكلة الكه levels لانه هنا برضو من الحاجات لتحلت بعض الاشكالات اللي بتحصل ي называется هواتف كويس تحلت لي في التحديث الجديد اللي هو واحد فاصلة تزعى. كويس. طبعا التسبيت كالعادة حنمشي طبعا اللي هو للاضافات وحنمشي للذاكرة الداخلية شوفوا التخطر ملف وين تضغط عليه وبعد كده بيسبت معاك عادي من غري مشاكل. بعد ما يسبت معاك بتعمل اعادة بتاع التشغيل وكده اتت سبتها الوحدة بتاعتك. وضح هذا الفكرة. ده الموضوع البسيط جدا. اذا في التحديث الجديد عندي بعض الحلول اللي هو قلنا انه بتوقف اللي هو تطبيقات تعمل في الخلفية. وتاني حيب يصير لي الملفات المخفية كويس يعني بتحسن من اداء الجهاز. ممكن تلقى بعض السخولة في الهاتف كويس. لكن الاداء بتاع بيكون افضل جديد. افضل بكثير جدا من الوحدة القديمة. وطبعا بالزات لو اندرويد اربعة عشرين فاصلة ثلاثة لازم تحدث لانه التحديث بيكون شنو افضل ومواكب وبعالج الاخطاء اللي حصلت في بعض هالاجهزة. كده انا خلصت كلامي. طبعا لو في حاجة ممكن تكتب لي في التعليقات. طبعا بالمناسبة يا جماعة الناس اللي علقوا لي وتكلموا لي عن الوحدات اللي بتتم اكتشافها عن طريق ببجي او مثلا بتعمل اشكالية. طبعا جماعة في وحدات بيكون نصا معروفة لكن ما معروفة وحدات بتتعرف مسلا بعد تحديث معين او بعد فترة بتتعرف يعني اللعبة لانه بيتجدد ملفاتها بتعرف يعني ما في ملفات او ما في اضافات سابتة كده بيقول والله يا خلو دي بيكتشفها او بيكتشف اللعبة. في وحدات تم اكتشافها حصل لا تحديث بيقول لا تكتشف كويش. في وحدات يعني اللعبة كل ما تحدث بتعمل شنو اكتشاف لوحدات انها هي بتعمل لي اشكال يعني ممكن اقول ليك الوحدة دي كويش مثلا بتاعت الفريمات بتعمل ليك بانت في اللعبة كويش. ممكن احصل لا تحديث اللي هو الوحدة زائتها ما يتم اكتشافها. لكن بعد فترة شنو يتم اكتشافها لانه اللعبة حدست البيانات بتاعتها. يعني ما في حاجة سابتة نقدر نقول لك لانه كده وكده 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 وكده. طبعا في وحدات طبعا مشهورة وفي وحدهات طبعا كل ما تتحدث بعد كده ممكن تكتشفها اللعبة وممكن شنو ما تكتشفها طبعا جرب وورينها في التعليغات طبعا كالعاد عشان كل الناس تستفيد لو فيه إشكالية حصلت معينة مثلا ممكن تورين إشكالية حصلت في جهازك جهازك ونوع إصدار وشنوغل أنظرويد كم عشان لو فيزول عنده نفس الحكاية ما تحصل له نفسي الإشكالية وضحت الفكرة طبعا كالعادة لو ما مشترك اشترك معنا في الغناة واللايك الجميل بتاعك كويس وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته